موسيقى مشاهدين الكرام أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقة برنامجكم أحلى الأوقات سعداء جدا أيها السادة حينما نلتقي في حضرة الفن حينما نجسد حوارا شيقا عنوانه الفن والإبداع والتجديد الفن له عشاقه والفن له الكثير من شخصه الموهوبة والموهبة والإبداع صفتان تقودنا دائما للسحر لوحة الإبداع أيها السادة لا تنحفر إلا بثقة صانعها وبخفة ظل مجسديها مجددا اترحب بكم في بداية ومستهل حلقة اليوم من أحلى الأوقات كالعادة ورحب ضيفي الدائم وضاح الشاذلي شيف البرنامج أهلا وضاح أهلا عمار أهلا السادة المشاهدين كل مشاهدنا عبر قناة حضرة موت وأهلا بكم مرة تنهر عمار أنت كمان الأكلات التي تسويها مرتبطة بالفن طبعا واليوم ضيفتي فنانة تشكيلية من ترازن رفيع الله فرعي فأكيد محضر لها شيء مميز محضر لها حياة ضخمة أيضا مشاهدين الكرام ضيفتي فنانة تشكيلية لها كاركتر خاص بها شخصيا شاركت في الكثير من المناسبات نظمت العديد من معارض الصور أيضا شاركت في لجان تحكيمية في احتضان الكثير من المواهب التي دائما تختص بالرسم لذلك أنا سعيد جدا أنها تكون متواجدة معي ومعكم عبر شاشة تلفزيون حضر موت هي الفنانة التشكيلية عبير الحضرمي عدنا لكم مجددا مشاهدين الكرام في أحلى الأوقات عزيزي المشاهد هل رأيت يوما الشعور مرسوما في لوحة؟ إن المتأمل في الفن التشكيلي أيها السادة يجده باختلاف مدارسه وعلى مر العصور تعبيرا صامتا ولكنه مؤثر وموثق ربما أكثر من الكتابات لذلك نستضيف اليوم إحدى الفنانات الحضرميات المبدعات التي حرصت على تقديم التراث في قالب عصري يتماشى مع مدارس الفن الحديثة والذي جعلها أحد أعمدة الفن التشكيلي بحضر موت أرحب بالفنانة التشكيلية ضيفتي وضيفتكم عبر شاشة تلفزيون حضر موت في أحلى الأوقات الأستاذ عبير الحضرمي أهلا وسهلا فيك أستاذ عبير في أحلى الأوقات أهلا فيك عمار أنا سعيد وجودي معكم نحن كنا متشوقين لهذا اللقاء الجميل خاصة مع فنانة تشكيلية أكيد هناك كثير من الشجون هناك كثير أيضا من الإلهام هناك أيضا إحساس بالفن نود أن نتعرف أكتر عن الفنانة التشكيلية عبير الحضرمي بداية حدثينا عن حكايتك مع الرسم والفن التشكيلي بدايتي مع الفن كانت منذ الصغر هي عادة أغلب الممارسين الفنون تكون معهم الرغبة وحب الفن منذ الصغر فأنا مريت بعدة أشياء يعني مش بالضرورة أني كنت أحب الرسم فرضا من البداية لا أنا كنت أحب أرسم كنت أحب أخيط كنت أحب مثلا أنحط على بعض الأشياء أستغل أنه مثلا الأشياء بدل ما أهلي يرموها أنا أحولها إلى شيء تحفى في البيت فحاجات تبدأ معك منذ الصغر إلى أن كبرت وركزت أكثر في مدارة الرسم أكيد هناك كانت في فرصة في هناك بابة فتوح نافدة مواربة جعلتك أكثر تتأثرين بالرسم الأمانة من صغري يعني اللي خلاني أكثر أني أتأثر بالرسم هو كان عندي أستاذ في المدرسة أضايب كرب الخير اسمه أستاذ أنور كان من صغري أحب أحضر حصص الرسم اللي كان يعطيها لنا أسبوعيا وكنت يمكن من أكثر الطلاب اللي أكون لازم أحضر دفتر الرسم والألوان ولازم أشتري ولازم أكون قاهزة وأحب دائما أني أسمع تعليقاتي وكانت على رسماتي هو كان أثر فيي كثير للأمانة في حبي للرسم هو كان رسام كانت لوحات وأتذكرها تملي المدرسة كان غير نور رسام كان مغني وكان يعزف لنا فيه هذا المواهد يعني فواحد اللي هو لا أثر يعني اللي يكون طيب يكون لا أثر أكيد عليك طيب عبير الحضرة ما يتترسم بالنسبة كوقت يعني حالي نحن لدي وقت معين يعني ممكن أنا نصر أرسم الصباح ممكن أصحى ساعتينتين بالليل لا أنا أشتي أكمل الرسمة هذه بغيت بعمل رسمة معينة ممكن تشرد الفكرة يعني ولا تطل حاضرة معي لا شو فيه ممكن تشرد الفكرة طبعا فأنا عندي دفتر حتى في البيت دفتر سكتشات أسجل فيه مثلا الرسم الفلاني بيكون فيها واحد مثلا بعمل فيها كذا اللوان اللي بستخدمها بحيث أنه إيش الفكرة مضطر عليك هي نفس الفكرة لما واحد شاعر لما فيه روائي يحب أنه إيش يسجل رؤوس أقلام حتى أنه ما ينساها حتى أو تروح حتى الملحن الأغاني سجل كيمة اللحن بالضبط طيب متى تستوحين الفكرة يعني هل من الطبيعة أنت ماشية من شي عفوي من لقائك مع الناس من اجتماعياتك عادتا استيحاء أنا أستوحي الفكرة من شي أثر فيه إن كان حدث إن كان قصة أحيانا مش بالضرورة أنا أتأثر بالشي السيء يعني أنا مثلا عندي لوحات مثلا عن زواجة نبكر لوحات مثلا عن الحرب مش بالضرورة أنا أستوحي من الشي السيء يأثر فيها لا أنا أيضا جمالي أثر فيها يعني أنا أشوف مثلا ملابسنا للحضرميات جمالها شوف مثلا بعض الرقصات الشعبية يعني أنا بعض الرقصات الشعبية وثقتها في بعض لوحات عندي فأنا مش بالضرورة أتأثر بالشي السيء دايما يظن أن الفنان يتأثر بالشي السيء وييعكس لا أنا أيضا تأثر بالشي الحلو في حياتي ومحاولها ففي أشياء كثيرة أتأثر فيها وأنا أرسمها يعني طيب عبير هناك تقوس للفنان أي فنان مغني شاعر تقوس أثناء فنه ما هي تقوس عبير الحظمين هناك ربما نشهد بعض الناس الملحنين والشعراء تلاقي عنده قلص شاه ملبن عشان يقدر يقول القصيدة الشعرية أنت في تقوسك أولا والله أنا لا لي في الشاه ولا في القهوة لا أشرب لهذا ولا أطيه ماء ورعي شعر ماء فأثناء الرسم حتى أنا أحب يعني فيه شي غريب فيه أنا لما أشتغل شي أحب أنه فيه صوت حولي وإذا ما بفتح أغاني أو شي على الأقل أشغل التلفزيون ما أحبش كذا عيش في سكون شوية وأنا أرسم لا أحب أسمع فيه أصوات لدى البعض يقول مصدر إجعاج وتشويش لا بالعكس مصدر مريح لي مش صوت حتى كبير إنما صوت أحس أنه فيه صوت أنه في دوش عندك في دوش عندي أقدر أكمل غريبة صراحة على كوبما ومترس طيب هل تعكس هذه اللوحات التي تبني برسمها همومك الداخلية السعادة مشاعرك المتقلب هل تعكسها؟ مثل ذكرتك اللوحات تختلف أحيانا السبب أني أنا من إيش تأثرت وأكيد أنا إذا مثلا حبيت أني يعني كنت أعيش مثلا حالة معينة أحب أني أنا أعكسها أحيانا لا شعوريا الفناني يعكسها يعني إذا مثلا برسم البورتريل البورتريل اللي هو رسمة وجه الإنسان لا شعوريا تبدأ مثلا قد يكون العيون حزينة شوية تحس الألوان تبدأ الداكنة لأنه عادتنا الألوان الداكنة دائما ترمز للحزن للأكابة فلا شعوريا الفنان يعكسها مثل الإنسان الطبيعي كيف كيف يعكس شعوره بكلامه بحزنه في وجهه فالفنان برضه بنفس الطريقة يعكسها على لوحاته هناك العديد ربما من اللوحات التي رسمتها عبير الحضرامي أي اللوحات سواء كانت في بداياتك أو في منتصف طريقك أو يعني في الوقت الحالي رسمتيها وكان لها تأثير أو موقف معين في حياتك كانت في أحد اللوحات التي أنا أعتز فيها كثير هي اللوحة عن الزواج المبكر يعني لما تسمع القصص وتشوفها أنا رسمتها وشاركت فيها في أحد المسابقات لأحد الجهات حتى أني فز فيها في المركز الأول ولكن أنا سحبتها بعدين في آخر لحظة لأنهم بيحتفظوا فيها الرسمة فأنا سحبت رسمه حتى أني اعتدرت لهم عن حصولي على الجائزة لأنه إذا بحصل على الجائزة لازم أن أعطيهم الرسمة وليش طيب أنا ما حبيت أني أتخلى على الرسمة فأنا حبتها عندي في البيتين أنا أشارك فيها في أشياء عزيزة عنديك ما تحب أنك تفرط فيها ما شاء الله صراحة يعني إجاباتك مغاية ربما لما يتوقعه المشاهد أو أي فرنان تشكيلي طيب عبير إذا كانت هناك مثلا موقف معين يعني نحن نشاهد حتى في الصحافة في هناك رسامين كاريكاتشير يعني يوضحون رسائل من خلال هذه الرسمة الكاريكاتير أنت كاريكة عبير الحظرمي هل هناك مواقف شخصية قد ربما تحدث لك في الحياة وتأكسيها رسمة أكيد أكيد فيه كثير من الواقف قد حتى لو مواقف مزعجة يعني ممكن ممكن أنا أتعرض مثلا لموقف معين أنا أحاوله إلى رسمة بحيث أني أنا أعبر فيه عن الشي اللي حاصل يعني خصوصا مثلا لو مثلا الوطء البلدي يعيش شي معين فأنا أعبر فيه برسمة بحيث أني أنا أيضا أشارك جو الناس هم إيش يعيشوا في اللحظة مثلا على السوشيال ميديا الناس تتكلم حول موضوع معين تتكلم فأنا أحب أني أشاركهم قد يكون مش بمنشور إنما أشاركهم برسمة يعني نعم هناك أكيد كثير من رموز الفن التشكيلي سواء في الوطن العربي أو في الوطن المحلي أو على مستوى العالم من من الفنانين الذي يؤثر في عبير الحظم ودائما تقرب رسوماته ولو أدهنها كمان تشارك في معارضه يعني والله كثير في فنانين في فنانين على مستوى المحلي في الأستاذ عيدروس الجفري الأستاذ شام بن نحية الأستاذ الفنان الراحل رحمة الله عليه الأستاذ سالم باسليم كمستوى محلي وفي برضه عالميا كثير الفنان الفلسطيني غبن برضه في فنان نمساوي يحب أتابه دائما اسمه قيتا تقريبا أيها قيتا فهذا الناس أحب دائما أتابه لا أشوف أشي قديدهم يعني التغذية البصرية مهمة للفنان تميل عبير الحضرمي اللي رسم اللوحات الخاصة بها أكبر حجم من الواقع أنا أتبع عادة مش المدرسة الواقعية حب أني أتبع شوية المدرسة وتسمى بمدرسة رمزية اللي أنا أستخدم أنا رموز معينة ومثلا أنا عندي في واحدة من اللوحات ضمن مجموعة اسمها مجموعة تحضرموت لوحة أن المرأة حجمها كبير وتلاقي النخل أصغر مثلا منها والخلفة وراها مثلا صغيرة فتلاقي أنا لأنه تركيزي مثلا حول المرأة نفسها كنت رسمت برسمة إمرأة بدوية فتركيزي حول المرأة البدوية كان وعلى التطريز اللي موجود في البرقع والأشياء كزينة لها لأنني أنا أركز عليها فحبيت أني أنا أكبرها ورمزيا يعني لأنه عادتا الأم دائما المرأة ترمز بالأم وحضرموت دائما ترمز أيضا بالأم فكلها أشياء رمزية أنا أتركها دائما للمشاهد ويفسرها طيب كل واحد له أسلوب عبير في فنه في موهبته في إبداعه أسلوب خاص وتكنيك زي ما بيقولوا يعني كيف نعرف أنه هذه مثلا اللوحة يقول لك والله هذه عبير الحظ مرسمتها فهناك شيء مميز في هذه اللوحات يدل على أنك عبير غير حقك اللوغو أو التوقيع غير التوقيع بالنسبة للروحات اللي أنا أميل لها أكثر هي عادتا الوجوه اللي دائما أنا أمليها بالألوان الألوان اللي هي دائما تعبر عن مشاعر الإنسان نفسه إيش في دواخله ولكن للأسف نحنا هنا في عادتا في مجتمع ما يؤمن بالفنان إلا عندما يرسم له لوحة مقاربة إلى الصورة الفوتوغرافية اللي هي اللي يسمى بالرسومات الواقعية فيعني للأمانة أنا أحاول أني أنا أوازن شوية أنه أنتوا بغيتوا أشياء واقعية هذه أنا برضو قادرة أعمل واقعية ولكن أنا لا أميل عادتا الواقعية عادتا أميل للرسومات اللي هي المدرسة الرمزية التعبيرية أو بما تسمى بالإنجليزي اللي هي الأبستركت آرت طيب هناك ربما بعض الشباب بعض الشابات في مكتب في بداياتهم يعني يرسمون بالقلم ونحن نجد أنه فيه كثير أيضا من الرسامين يرسمون بالريشة يعني أيهما أصعب والله أشوف ماشي حاقة أيهما أصعب المهم الفنان هو على إيش تدرب على إيش مركز يعني للقلم الرصاص الأمانة وصعوبته الخاصة كيف أنا القلم الرصاص هي درجة واحدة فقط لونية اللي هي درجات الرمادية فكيف أنه الفنان يطلع الألوان ولكن بالأسلوب الرماديات كيف يطلع الغوامق والهوهاتح وبرضه الرسم باللون أيضا مش سهل بحيث أني أنا أوصل للدرجة المطلوبة أظهر فيها الملامس الضوء والظل فلكل رسم خصوصيته وأنا أبدا ما البعض مثلا يحب يقلل والله هذا فقط يرسم بالرصاص هذا بس يرسم بالألوان الزيتية لا بالعكس كل إنسان له كل فنان له احترامه الفنه والجهد اللي يبدله أكيد هناك الكثير من اللوحات يعني اللي رسمتيها واللي كمان لازلت ترسمينها هل تدعين المشاهد أو الجمهور أو اللي يشوف هذه الصورة هو يفسرها على كيفه يعني؟ ولا ضروري إنك تعملين يعني تعريف لهذه اللوحة؟ عادة مثلا مثلا الرسومات الواقعية ما تترك عتا يعني للتفسير واضحة فقط مثلا شخص يعمل شي معين شخص بلبس معين فواضحة جدا للعيان المدرسة مثلا التعبيرية الرمزية وغيرها من الرسومات هي اللي تترك عتا للمشاهد أنا أحب إني ما أفسر أنا إيش من رسم ما رسمت وإنما أعطيهم الفكر أحيانا في واحد من المعارض شخص حضر قال لي إيش معناها قلت له اللوحة قلت له إنت أعطيني إيش تشوف فيها أعطاني التفسير غير التفسير أنا كنت أقصده وشخص ثالث أعطى تفسير هذا هو اللي أحب أنا أني أسوي أنه أترك المجال للخيال أنه يفكر إيش المقصود فيه أني ما أحصرهم فقط في فكرة أنا كنت أقصدتهاك طيب أنت أقمت قبل فترة يعني معرض لرسوماتك وكان بشكل مميز أعتقد ومبهر وكان كثير من الناس شاف أن هذه الخطوة ممتازة وكرسامة عملت معرض يعني شابة وملمة طبعا شابة محترفة ملمة في هذا المجال حدثنا عن هذا اليوم طبعا كان معرضي الأول الشخصي كان في عام 2018 هنا قمته في مدينة كان تحت عنوان صحيح تحت عنوان كان نون ولون نون كنت أقصده نون الحرف لأنه في لوحات عندي كان فيها فيها حروفيات فيها خط واللون اللي هو اللون طبعا اللي أنا استخدمه في اللوحات كانت حوالي خمسين لوحة فيه جهد كذا سنة مرت يعني مش حق سنة كانت أكثر ثلاثة وأربع سنوات جمعت مجموعة من اللوحات مش الكل اللي اشتغلته وإنما اللي حسيته أنه أن هذا اللي استحق العرض فكانت نتاجها خمسين لوحة والحمد لله كان الأقبال الكبير مدة ثلاثة أيام هذا المعرض كان يعني منطلاقة لمعارض قادمة ربما تفكر فيها عبير لما يعني مرت فترة طويلة الآن على هذا المعرض هل هناك تفكير في أنه قامت معارض زي هكذا؟ بالنسبة أني يكون في تفكير أيو أكيد أنا أحضر أنه يكون معي معارض قادم فبس ما أعتقدنه بيكون في القريب وممكن يكون إلى ثلاثة إلى ستة أشهر اشتركت أنا في معارض طبعا المعارض الشخصي هذا كمعارض شخصي أول ولكن أنا ممكن مشاركة في أكثر من ثلاثين معارض مشترك ما بين مع فنانين آخرين حتى أني بعض معارضي الأول اللي هو في 2018 شاركت بعدة معارض حتى محليا ودوليا برضا شاركت فيها أي يعني عندما شاركتي دوليا كيف قيمت لوحاتك مقارنة باللوحات اللي برع؟ هل وجدت أنه مستوى متقارب؟ وكيف وجدت إبهارهم يعني؟ هو الواحد شوف مهم أنه دائما يقارن نفسه إنما يقارن نفسه كيف أنا كنت قبل شهر كيف أنا كنت قبل سنة أنا إذا بضل أقارن نفسي بالآخرين قد أني ما أرضى أبدا للمستوى اللي أنا واصل له لأنه فيه لوحات مثلا تبهرني تبهرني الفنانين كان عربوا اللي أجانب أشوفوا أو يعني يمنيين فأنا أنا أخذ منهم الشي الحلو أخذ منهم التغذية البصرية أسأل الفنان كيف أنت رسمت هذا الشيء يعني أشوف فكرته وكيف أستوحعها الشيء اللي يعطيك الدافع أنك تكون أفضل استلهمه للمانا كانت المعارضة شاركياة كلها أعمال حلوة ما عندي الصلاحية أني أقيم أنه والله كانت أعمالهم هابطة أو عالية لا بالعكس كانت كلها أعمال رائعة وافتخر أكيد أني كنت شريك معاهم بالمعارضة بالمناسبة أنت جبتين لنا معاك رسومات جميلة وأنك تشرحي لنا هذه الرسومات أبعادها أشتوحي عندي مثلا هذه اللوحة اللوحة أساسنا في سوق السمك فهي الشخص يبدأ يقطع في الحوت السمك هل تدل على إيش اللوحة؟ هذه ما تدل على شيء معين وإنما هي تصور حالة الشخص عند مثلا فقط تصويرية يعني مثلا المصور الفوتوغرافي عندما أخذ هذه الصورة فقط يوثق اللحظة وأنا أيضا وثقتها ولكن في اللون يعني كيف أنت هل شفت هكذا نموذج ورسمتي؟ أنا شفتها طبعا من صورة عادتا الرسومات الواقعية تكون من صورة أمامك إما أنا التقطتها أو أني أنا أستعدا من مصورها الأصلي لرسمها أيهما أقرب لك؟ الرسومات الواقعية أم الرسومات اللي فيها ألوان؟ لا أنا أقرب لرسومات التجريدية أكثر لأنه أخذ فيها راحتي أكثر في اللون يعني أحط اللون اللي أنا بغيته يعني مش بس ألتزم فقط بقواعد اللوحات الواقعية طيب نشوف اللوحة الثانية طيب خيال واسعHeair طيب ليش استخدمت هذه الألوان؟ هذه الألوان استخدمت فيها لأنهم شباب استخدمت فيها أكثر الروح فيها الحياة أكثر مطبق، gently استخدمت فيها أن الأنثى وتذكر كيف أن فيهم أشياء كثير مشتركة ولكن مثلا بينهم العند أكثر محد يشوفk للتاني مثلا ولكن بينهم كثير صفات مشتركة في اللون في الشخصية مثلا، شخصيته إن كانت مرحة إن كانت حيوية فأنا استخدمت هذه الألوان innée صارخة أكثر طيب تلاقين أنه هذا اللون أو النمط من الرسومات التجريدية لها إقبال من الناس؟ والله لها إقبال من ناحية يحبوها في الفترة الأخيرة كثير من الشباب يميلوا إلى رسومات زي هذه أنه يتعرفوا عليها أكثر بعكس البعض رغم أن الغالبية قد يكون يميلوا أكثر دائما إلى الواقع يقول لك والله هذه حلوة ولكن هذه تفضلناها أكثر هذه ربما الشخص البسيط المواطن العادي يقرب إليها يشوفها فيها منه فيها من تفاصيله يعني يقرب إليها لكن الفن التجريد ربما بيفهمه أكثر شيء ناس أكثر ثقافة المطلعين ربما عادة نشوف مثل ما قلت لك أنه الناس تميل أنه والله المدرسة الواقعية هذه أنت فنان أنت بيرفكت أنت رائع لما تشوف لما الواحد شوف فيه ألوان دخلت في اللوحة لا والله أنت تشخبط أنت مش عارف كيف تسوي فحطيت لي لولين عهان تقول والله شوف أنا فناني يعني طيب كرسامة أيهما أصعب للرسام مبتدئ هل التجريدي أم الواقعي؟ الأمانة بيكون التجريدي هو أصعب لأنه دائما الشخص لما يتعلم الرسم لازم يتعلم بالواقعية كلنا نتعلمنا الواقعية أول نتعلم الضوء والظل نتعلم التشريح نتعلم أشياء كثيرة بعد الواقعية بعد إتقان الواقعية يبدأ ينتقل إلى التجريدية ما قصورة عشان لا تدعل علينا طيب حاضر هذه 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 شوفت فيها نفسي شوفت فيها نفسي لا فيها نفسك طلعت لي كذلك أنه حد شرير مثل ما قلت لك أنا ترك دائما مقال أكيد لكل أحد قد يكون نظرتها فيها الألوان الصارخة لأنه عدتا هذه الألوان تسمى بالألوان النارية اللي فيها الأحمر مثلا بنفسجي هو جزء من الألوان الأحمر يعني فيمكن أوحت لك بهذا الشعور وأيضا فتحة العين استخدمت فيها أو تكلمت فيها حتى أني ما استكملت واقع الألوان تكلمت أنه كيف أنه الإنسان مهما مثلا كانت حياته حلوة ومرحة قد يكونه أساسا مش كامل في ذاته فتلاقي جزء منه ناقص يعني فالإنسان مهما وحالك أنه مرح وحيوي هذا لكنه في الأخير أيضا فيه أشياء يعني تنقصه بلذلك أنا تركتها في أسرار وخبايا أيه فمثل ما قلت لك أنا دائما أترك اللوحة لمشاهدها يترك شاركتي في أيضا يعني في لجانة تحكيمية كانت قبل فترة وغيرها من الشباب الذي دائما يحب أن يرسم يحب أن يتقدم يحب أن يتطور وأنت كنت أحد الوجوه الشابة المحترفة اللي كانت شاركت في لجانة التحكيم كيف وجدتي الفن والموهبة لدى الشباب هل ممكن يجي منهم يعني يعني في كل في كل مرة أنا شاركت فيها في لجانة تحكيم إن كان على مستوى الجامعة أو على مستوى بعض المبادرات الشبابية يعملوا مسابقات أبهرني جدا المستوى اللي هو موجود فيها الشباب يعني رغم المستوى الاقتصادي رغم المستوى المعيش اللي نحن نعيشه العدم الاستقرار والأشياء اللي نحن متخبطة اللي نعيشها أيضا أنه ما فيش أحد ما فيش جهة رسمية دائما تتبنى هذا للفنانين تسقل موهبتهم ما فيش دورات مثلا دائما مستمرة تدعم مثل هذا الأشباب يعني بالموهبة الفطرية اللي هذة اللي هم عندهم فيها كيف أن كل واحد منهم يحاول أنه يتعلم عبر الإنترنت عبر اليوتيوب بطريقة شخصية بالتدريب يعني إذا هم هكذا بطريقة فطرية بجهة شخصية فكيف إحنا لو هتمينا بهم أكثر وصقلنا موهبتهم أكثر طيب عبير أيضا لو قلنا أنه تقييمك للفن التشكيلي في حضراموت هل تجدينه أنه يعني فيه من القصور وعدم الاهتمام؟ فيها قصور وعدم الاهتمام من الجهات اللي هي مفترض أنها تهتم بهذه الشباب وتهتم دائما بالثقافة لأنه دائما الثقافة الفنون والأدب هي دائما وجه المجتمع الراقي يعني المجتمع كل ما اهتم أكثر بالفنانين وبموسيقيني وبالموسيقيين وبالأدبة وغيرهم هذا يعكس أنه هذا المجتمع مستقر ومجتمع راقي فأنا قد يكون عتبي دائما على الجهات اللي هي قد تكون مفترض أنها تهتم بمثل هذا الشباب أما بالنسبة للشباب الرسامين فهم يعني يعطيهم ألف خير يعني على الجهد والأشياء اللي قموه يحاولون أنهم يصنعون شيء من اللا شيء نعم يحاولون بجهدهم الشخصية فعلا مش من اللا شيء من أقل من اللا شيء إذا كان هناك حنين في حياة عبير الحضرمي إلى مدى تحن؟ قد أكون أحن يعني بشكل شخصي أعتني هو أحد يحن دائما إلى طفولته يعني نحاول ندخل الآن بجانب الشخصي يكون عادة الحنين عادة الجانب أكيد الطفولة يعني الطفولة دائما كيف كان الطفولة تعبير الحضرمي؟ والله يمكن مشاغبة شوية لكن خاليا من الرسم كانت؟ لا كان فيها رسم كان فيها رسم كنت أكثر يعني موجهة يعني نحو الرسم نحو الأشغال اليدوية كنت مثلا عرائسي اللي عندي في البيت أحاولني أخيط لهم ملابس أنا يعني وصلت لمرحلة أني أنا أحاولني أسوي القماش عشان بعدين أخيطها يعني أتعلمت كيف أنتقي بصوف خيوط صوف وأنسجها كده بعدين أخيطها يعني أحاولني أشغل نفسي يعني بهذا الطريق كان طفولتك في أي مكان في أي منطقة يعني؟ والله أنا نشأت وكبرت في صنعة من طفولة إلى الثانوية قبل انتقلنا يعني إلى عودة إلى المكلة يعني وجيتي وفي المكلة صرتي فنانة تشكيلية هل من عادة كانت لك مشاركة قصدي من صنعة كانت لك مشاركات؟ كانت مشاركات خفيفة يعني ضمن المدرسة ضمن نطاق الحصص الفنيا اللي كنا ندرسها لكن حضرموت كانت أكثر انطلاقة في المجال الرسم طبعا جميعنا يعرف أنه أنت أخوك الفنان الرائع عازف العود هيثم الحضرمي وماشاء الله عائلة فنية أعتقد كل واحد في مجاله أشتغلين لهايثم من على من برأحلى الأوقات؟ والله سعيدة جدا فيه سعيدة جدا فقط بالمستوى اللي هو واصل له مش لأنه أخوي لا أنا فعلا فخورة فيه يعني فخورة أنه لما يسألوني أنت أخوك هيثم الحضرمي شي يسعدني جدا يعني أتمنى له التوفيق أتمنى له أكيد أنه يستمر أكثر ويثبت حضوره في المكان طيب عبير هناك ربما الكثير من الشباب الذي ما يعرف حتى ربما يستخدم الريشة يستخدم الفرشة هل ممكن أنك تحتضني عدد من الشباب وتدعميهم وتدربيهم هكذا؟ أنت عملت أكيد دورات في مجال الرسم أنا من عام لو أحد يحتاج قصة من هذا الشباب هل ممكن أنه يتواصل معك وتديرهم ملاحظاتك؟ أكيد طبعا أنا مجموع يتواصل معي كان عبر الإستجرام أو عبر الواتساب أنه حابين يسألوا مثلا حول رسمة معينة يسألوا حول تكنيك معين أكيد أنا دائما ما عندي الإشكال في ذلك بالنسبة للدورات أنا من بعد تخرجي من عام 2015 بديت في دورات إلى العام الماضي توقفت فترة الأسباب تعرف الوباء وما غيره ولكن حاليا أنا أحضر إن شاء الله لشيء يكون ملتقى إن شاء الله لجميع الفناني إن شاء الله حقول لك الشيء هذا بعدين إحنا كيف كنتي مع الطبخ وتعرفين تبخين أو لا؟ الحمد لله أشي أكثر شيء تبخين أكثر شحب الصيادية سويها والكبسة يعني وكل ما يضيف عندي يحب الصيادية يحب يأكلها يحب يطبخها والله أحضار كيف ينسوي يعني يعني مأثرة تأثير يعني فضيع الصيادية يعني حنا بغنا المخرج ويقول للطباق حقنا يعمل لنا الصيادية يهم صيادية وبرضه المحشي حلو كمان طيب الحمد بالنسبة عندنا شيف اسمه وضاح الشاذلي يعمل لنا حلاء كل حلقة مش عارف اليوم ايش حيعمل لنا بس أكيد حنروح لعنده وحنواصل حديثنا وحنواصل مع الفنانة التشكيلية عبير الحضرمي ونشوف ايش عملنا واتدوق الطبخة ونقول رأينا فيها إن شاء الله انتي ما زلت معنا وأيضا أستاذ المشاهدين مازالوا معي في أحلى الأوقات فاصل ونواصل أعودنا لكم مشاهدين الكرام في أحلى الأوقات وما زالت معي ضيفتي الفنانة التشكيلية عبير الحضرمي والآن نحن عن وضاح الشاذلي شيف البرنامج أهلا وضاح مرة أخرى أهلا عمار مرة أخرى وضيفتنا اللي معانا اليوم نوم نورتنا واليوم طبعا معنا كنافة 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 تكلمنا عليها إنه قلنا أصناف كثير منها يطلع تحتاج برنامج لحجة الكنافة وبعدنا نتكلم فيها احنا اخترنا أهم حاجتين في الكنافة الكنافة اللي اسم القشطة واللي قد سبق وصويناها اليوم كنافة الأساور كنافة الأساور يسمونا في الشام أساور نحنا أكثرهم منع حسنة أشتغلت يدعوه لعش البلبل يعني أغلبيتهم عش البلبل يعني بحكم مني شكلها عشيك البلبل هي مجرد كنافة عشيك العشي أي عشيك العشي الله عليك يا أمو الآن بنبدأ بنسويها كيف في طريقة كنافة هذا الكنافة موجودة عندي طبعا من أقرب مكان بتديب كنافة له حد نتابع معيلان من أقرب مكان أنا أخذت بعض الكنافة هذه بقوم بحاول أن يتماسكها مقاديرها مقاديرها الكنافة تجي جاهزة كنافة جاهزة في ناس يصنعون الكنافة اللي حتحطوا عليها اللي بحطوا عليها طبعا هنا بعدين حنجي له فسول يعرفون كيف تصلح أنا بحط أسبوعي في ناس بيستخدمون عيدان خشب يعني بس بالأسبوع أفضل طريقة يلي بهذا الطريقة لو سلط الكاميرا علينا بهذا الطريقة شلت أسبوعي تبني العش يعني بابني العش بابني العش هذا هو أول عش سويناه على شكل عش ولي أنا غلطان عش عش بنجي بنسوي منها كثير لحد ما تترسخ شي مرة ثاني هذي كنافة المستوى دي اللي تشبه المستوى اللي أنت تحبه أنا أحب أن تكون عش كبير ممكن أن تكون كبير يعني ممكن أن تكون أكبر من كبير ممكن أن تكون عطوة أيوة هذا هو بضع السبابة والإبهام في النص وبدأ درجها معي هي أنت تشوفها سهلة بس صعبة لما يتطبق هذا شي لازم يكون كده تكون متمرس في هذا الشي بشير يعني بحط البهامة وبقطع بهذه الطريقة هذا أصبح عندنا عشين لنا ثالث طبعا السرعة تجي مش في يوم وليلة يعني مبتدئين مبتدئين أيوة عشين بعد ساعتين لا لا يمكن سويه في أقل نحنا سوينا ثلاثة أشوف الآن بشارك الثلاثة أنا كيف معنا الثلاثة ممكن لو عبيت وصاق أنا منه لا يوجد مشكلة بشارك الثلاثة ثلاثة أربعة ممكن بعد ذلك نعطيها سمن نغرقها بالسمن ثم نغرقها بالسمن ثم نغرقها بالسمن دخل الفرم عدريت حرارة 180 180 مدة نصف ساعة بالطبط بعد نصف ساعة ثم نقوم بطلعها وبسقيها بالشيرة المتعودين عليها سكر وماء وملح ليمون ممكن تكسره بعد ذلك نقوم نتركها حتى ما تبرد فترة وجهزة نقوم بعد ذلك حسن ما تحط حسن ما تحب يكون في العش نحنا صنعنا العش بعين أنت تحب تكون تحط حبة كاجو زي ما أنت شايف الآن عليه ممكن تحط حبتين أنا أفضل أن تكون حبتين كاجو في هذا الشكل طبعا هي قد ناجها اللون يتغير معنا موش كذا يعني أو تحب تحط نوتللا أو لوتوس أو أي حاية ثانية ممكن تتفضل أنت تحط لنا إيس اليوم أحط لك نوتللا و لوتوس و كاجو مع بعض كله مع بعض كويسة عشان ضيفتنا اليوم عنا بلنا دوقوا كيف حبير ممكن تسوينا في البيت والله هو كان يتكلم أنه لفتها مش سهلة فعلا أنا حاولت تسويها في رمضان وجين حاول كثير رمضان عملتها بعد المفرودة عادي مفرودة أسهل بس العش ما في أي حاجة يستطيع رسله أنا كنت الصراحة لما كنت مساعدة كنت بأشوف في شيء باعتقد أن حاجة سهلة حطوا صبعا أكلوا فأنتهى الموضوع صحيحة أنا كنت أشوفها في فيديوهات وما كان سهلة فأنا عملتها مفرودة وانتهي الموضوع صعبة مع الوقت ممكن أنا أيضا بأستمر أنا في شغلي وأنتم ممكنكم تكملون حديثي نحنا متشوقين نحنا نتعام الأساوة وعشان إيش اللي شوفنا يأخذ فكرة عليها تمام بصنع كم نعش أنا لك أنت بصنع كم نعش وضيفك هي طبعا معنا ونبي بالبلبل فيه حلو أنتو كل نعش والبلبل اللي فيك تمام عمير الحضرمي أنت أيضا مؤخرا عضوة في لجنة احتفال متحف المكلة الذي عاد إلى وهجة من جديد بقيادته الجديدة الشابة حدثين عن انضمامك وإيش هو دورك بالضبط في هذه اللجنة طبعا أشكر الجهة المنظمة لهذا الحفل افتتاح المتحف أنهم أعطوني ثقة أن يكون جزء من هذه اللجنة التنظيمية للافتتاح جزئيتي أكثر هي فقط في قد تكون في نحنا فكرنا كيف بيكون الافتتاح نظمنا كيف تكون الفقرات أكثر أنا في مجال الصور الفوتوغرافية التي سوف يتم عرضها نتناقشنا كيف ممكن أسلوب عرضها كيف الطريقة كام من ناحية الإضاءة حتى من الإطارات اللي هي مثلا بتكون داخلها الصور كيف إيش الإطارات الأفضل إيش الأنسب لهذا الشيء فأكثر جانبي فيني عندي في مجالك يعني الحمد لله هل سيكون احتفالا نوعيا؟ أتوقع الفقرات جدا لتحضر جدا رائعة أشياء مميزة أنا مش حابة أني أحرق شيء ولكن إن شاء الله بتتفاجئوا بأشياء كتير حدوة بإذن الله هل حددتوا موعد الحفل هذا؟ على أنهاية إن شاء الله شهر النوبمبر بإذن الله بيكون اليوم بإذن الله سوف يتم تحديده في خلال هذه الأيام بالضبط اليوم بالضبط يعني بتحديد بإذن الله طيب ما هي مشاريعك القادمة عابير؟ والله مشاريع القادمة مثل ما ذكرت أنا أحضر لمرسم مرسم سيكون ملتقى للفنانين والرسامين مكان هكذا بسيط يعني حاجة مبدئية على أمل أنها تكبر يعني مع الوقت أنا دائما أني أفضل دائم هذا المرسم بإذن الله أنا دائما أني أبدأ بخطوات بسيطة ولكن ثابتة ضمانا للنجاح يعني المرسم هذا بيكون بإذن الله ملتقى للفنانين بيكون فيه معارض رسم بيكون فيه دورات رسم تدريبية إن كانت للرسم للنحت لأي شيء يعني في ضمن الفنون أي فنون مجالك المختلفة والله فن الفن التشكيلي قد يكون التركيز أكثر على الفن التشكيلي الرسم والنحت ولكن هممكن ندخل إلى فنون أخرى فكله في الأخير يعني أي فنان ممكن يجي هذا المكان أكيد حتى ممكن بإذن الله بفتح المكان لأي واحد عنده مقترح لدورات تدريبية مقترح لأي فعاليات بحيث أننا سنحتضنها يعني بإذن الله بإذن الله موفقة فخطوة ممتازة جدا يعني تفكير خارج الصندوق يعني جاز لنا التعبير عبير الحضرامي ماذا تطمح في القادم الجميل غير المرسم؟ طبعا المرسم كانوا أحد أهم طموحاتي وأتمنى أن يكون أفضل أطمح على الأشياء كثيرة أطمح أن أستكمل أنا تعليمي لأن أنا خرجت فنون جميلة باكالوريوس ولكن أنا أطمح أن أستكمل الماجستير والدكتوراه في نفس المجال أطمح أن بلدي تكون أفضل أطمح أيضا أن وضع الفن يكون أحسن وضع الفنان يكون أفضل أفضل بإذن الله بإذن الله هل طموحك أيضا أنك تشاركين في معارض ربما دولية عالمية؟ هل ممكن هذه اللوحات تترشح للجوائز مثلا عالمية؟ أكيد أطمح أن أشارك في معارض عالمية أنا شاركت في ثلاث معارض عالمية في ثلاث دول مختلفة أطمح أن أشارك أكثر وأكثر دائما الترابط مع الفنانين يعطيك دائما نوع من الراحة النفسية ونوع من الحماس أنا حتى أني بعد كل معارض أروح أنه لا أنا أرسم واحد من ثلاثة أخذت تغذية بلصرية أخذت يعني طاقة إيجابية يعني يفرحك الكلمة الحلوة ويقول لك ما شاء الله رسمتك حلوة تشوف حتى رسمات الفنانين دائما الجو الفني يعطيني يعطيني شعور بالحياة وبالإيجابية وأنني أنا دائما أعطي الأفضل بإذن الله أيضا هناك كثير من الرسومات أنت رسمتها سواء حتى في الأماكن العامة ربما في مداخل بعض الأمور هل هذا يعني أيضا يستهويكي هذا الأمر؟ أكيد رسمتنا في عدة أماكن أغلبها كانت مدارس عندي لوحات في بعض مؤسسات هنا موجودة هنا في المكلة كطلبي يعني أنه بغلوحة لوحتين ثلاثة استهويني جدا رسم الجداريات عندي جدارية جاهزة ولكن للأسف أنا ما لقيت المكان اللي أنا أعطيه أحطها فيه إلى الآن المكان المناسب جدارية كاملة تحدث عن حضر موت وعن بيئتها ساحلا وواديا يعني طيب عبير إذا كان مثلا هناك رسمة في خيال أي شخص يجب أن يش يتوفر؟ إيش معدات الرسم اللي يجب أن ما تفارق الرسام؟ أنا أشوف أنه اللي ما يفارق الرسام دائما هو حماسه ما يفارق الرسام شغفه لأنه إذا فقد الشغف وفقد الحماس فقد كل شيء يعني وأيضا شوف اللي نظن الموهبة مهمة الموهبة وتنميتها لأنه في ناس لهم موهبة وما ينموها للأسف وناس عندهم موهبة وما يدربوا أنفسهم للأسف فهذه الأشياء كلها أهم من الخامات يعني في ناس عندها أفضل الخامات وللأسف ما تنتج أي لوحات تنتج لوحات سيئة للأسف وفي ناس عندهم في شخص أنا أعرفه عنده قلم رصاص فقط وورقة يعني بالنسبة لي هو أفضل فنان هنا في حضرموت ما شاء الله من هو؟ الفنان اسمه خالد باوزير أبو محمد هو باوزير حتى يعرف ما شاء الله يعني من أفضل رسامي هنا في حضرموت وهي فقط قلم رصاص وورقة نحن نوجه له تحية طبعا على المنبر هناك أكيد ربما من محب ومن يكره من هو معا من هو ضد كيف عبير الحضرمي تتقبل النقد؟ أنا أتقبل النقد بكل صدر رحب أول شيء كشخص أنا دائما أحب أني أتجاوز الناس السلبية يعني وأحب أني ما أعطي ردة فعل لكل شيء يحدث حولي وأنا يعني ما فيش حاجة كاملة أبدا وأنا أكيد أتقبل أنه فيه ناس ما تحب لوحاتي وهذا شيء طبيعي عادي أنا لو زعت فأكون أنا الغلطانة مش هم ولكن الكلمة السيئة دائما أنا أبادرها بالتطنيش يعني كمان متشوقين ومشاهدين الكرام سنذهب إلى الفاصل الأخير ومن ثم نعود معكم في أحلى الأوقات ومع عش البلبل الخاص بوضاح والخاص بضيفتي في هذه الحلقة ابقوا معنا عودة لكم مشاهدين الكرام في قسمنا الأخير مع وضاح الشادلي في أحلى الأوقات وضيفتي الفنانة التشكيلية عبير الحضرمي وضاح فين وصلنا الآن أنا أنا أجهز فيها طلعتهم الفرن بهذا اللون بهذا الشكل طبعاً لكل يشوف العش صار جاهز السكن صار جاهز السكن بس مثلاً نحط البلبل أنا فيه أه بحط اللي اسم نوتيللا ولا اسم الكاجو زي ما قلنا واللوتس طبعاً تحط الأول الكاجو بحط بشكل عشوائي عادي ما في مشكلة ما في مشكلة حجهزنا الطبقين صح؟ أجهز طبقين طبعاً الطبق واحد ماشي فيها أوصحهم كله يا أمار تمام عشان تروح مبسوطة يعني طبعاً لازم زواجب عليه طيب إحنا هنجهز الطبقين تبعنا جهز الطبقين وحنكون معك بس حاول أنك تسرع معنا خلاص يعني خلاص نحن بيسير لعابنا عشان نطعم عش البلبل عبير الحضرمي ما هي نصيحتك لكل شاب يمتلك موهبة مدفونة؟ ينميها دائماً ينميها وما يستنى أحد يعني ما أحد يعطيك كل شيء حتى لو توفرت الإمكانيات حتى لو توفرت الدعم الكافي ما أحد يعطيك إذا أنت ما اشتغلت من نفسك من داخل وأنا أنصح أي حد عنده موهبة مدفونة أنه نحررها أكثر ننزلها للواقع لأنه الشخص اللي عنده موهبة وعارف أنه ما ينميها دائماً يعيش في صراع في صراع أنه أنا مش عارف أنا وفين أنا إيش مفروض أسوي فالشخص عندما ينمي موهبته لما يخرجها لما يوريها للناس كلها يحس براحة أكثر يحس أنه شفوني هذا أنا هذي حقيقتي طبعاً هناك أيضاً بعض المثبتين والمعرقلين لأي مسيرة مهنية لأي طموح متجدد ولأي موهبة ربما يشوفون أنها بتلمع وبيبرز نجمها إيش تقولين لكل المثبتين والمعرقلين ومن يمتلكون الموهبة والله أقول للمعرقلين أن الله يعينكم على نفسكم لأنه اللي دائماً يركز مع الناس ما يعيش مرتاح أبداً يعني إذا شخص أنا بدأ شوفه ناجح وأنا بحطمه بس لأنه ناجح خصوصاً حتى لو لم يكن في نفس مجالي والله أحب فعلاً أقولهم الله يعينهم وأتمنى أنه فعلاً يوجهوا طاقتهم هذه في تطوير أنفسهم وأتمنى فعلاً لكل شخص يواجه أي شيء يؤذيه أنه يستمر نحن الأفضل وحاول ما يرد على أحد وحاول ما يعمل أي ردة فعل على أي كلام سلبي أكيد طيب إيش يعني إيش رايك في التجربة التلفزيونية؟ أنت لك تجارب كثيرة في برامج كانت سابقة وقدمت ربما برامج وأكيد هناك مشاريع قادمة تقدمين فيها برامج طبعاً كلها السرار نحن عرفناها لكن إيش رايك في هذه التجربة يعني؟ خاصة أنك يعني وكل واحد في اختصاصك وانتي مختصة تقدمين شي في اختصاصك أيوة كفنون عفواً كتقديم برامج أنا ما كنت شاركت في تقديم إنما كنت ضيفة في أكثر من حلقة يعني تلفزيونية في أكثر من برامج بس هتقدمين برامج؟ نعم إن شاء الله بس لكن نحن كن في نطاق الفنون بإذن الله يعني خلال هذه مفاقة كبيرة هذه إن شاء الله طيب إذا كانت هناك رسالة أخيرة تود أن تقولها عبير لمن وعبر أحلى الأوقات؟ دائماً رسالتي أوجهها دائماً للجهات بالنسبة للفنون دائماً أوجهها للجهات التي مفترض أنها تهتم أكثر بالشباب دائماً الفن والموسيقى والأدب والثقافة وهي دائماً وجه ما ذكرت أنها وجه المجتمع الرائقي فالشباب الفنانين أيضاً جزء من هذا المجتمع جزء من نسيج هذا المجتمع كلنا نحن بمختلف أفكارنا وتوجهاتنا دائماً نحن نرفع من هذا المجتمع أي أن كانت نحن توجهاتنا يعني مش بس لازم أنا أدعم الطبيب أدعم المهندس أدعم أي شخص آخر بخلاف الفنان لا أنا شوف رسالتي أنه نحن لازم ندعم الشباب وانتقفهم أكثر ونهتم فيهم أكثر لهم هم المستقبل بإذن الله ماذا تقولين للمربية الفاضلة والشخصية المريحة ومهيثم ماذا تقولين لها من على المنبر والله أقول لها شكراً كثيراً طبعاً هي أكبر مشجعة لي أيوه والدتي أنا أشكرها كثيراً هي والدي على كل شيء قدموه لأنا لولاهم نحن ما كنا هنا نحن أخترنا تخصصات كان أنا و الأخي و حتى أختي الكبيرة بضغ الرسامة لولاهم دعمونا يا رحاة صغيرة دعمونا كان أنا بالألوان أختي بالألوان و الرسومات أخوي أيضاً بالعود فلولاهم نحن ما أصبحنا اللي أعلن نحن فيها الآن طيب وضاح تقولينك جاهز؟ جاهز أنا بس الحديث شيء قلت لها معنا ماشا الله استفدت يا وضاح من الحديث؟ أيوه اليوم كله فننا هو فن نحن يعني اليوم كيف شكلها مغري؟ جداً يلا تفضلي بسم الله دو بضيافتنا نشوف طعمها أشي البلبل كلها بدينا على الهواء طبعاً أنا منتظر فريص صبر يعني رأي ضيفتنا ومتو رايك لذيذة منتظم متحود علي رأيك لذيذة ماشا الله لذيذة تذوق هذا من فناني فناني عندها فكرة في الفنان والله أنت أعطاني الشوكة ونحب دينا بيداتنا ما عليش ماشي مشكلة هي أصلا تأكل باليدات بعضهم حبي يفضل بالشوكة لذيذة ماشا الله الحمد لله باقي كل يوم عليك طبعاً هذا الطبق حتاكليه طبقك الخاف حتى تحت الهواء يعني حلو سعدة جداً باستضافتك معنا أنا سعيدة أكترك هل لك تعليق أو كلمة أخيرة حتى لا نختم؟ أشكركم فقط أشكركم على هذه الاستضافة أشكرك سيد عمار أشكر جميع المعدين أشكر المخرج وجميع منهم في التصوير هنا والطاقم وأكيد أشكر الشيف الفنان والضاع رحنا الصراحة سعوداء جداً بوجودكم شكراً يا وضاع على عش البلبل شكراً ضيفة الفنانة التشكيلية عبير الحضرمي شاهدين الكرام قل للحظة العابرة تمهلي قليلاً فما أجمالك لكن اللحظة لا تتمهل ولا تتوقف ولا تنتظر حتى تحياتي عمار جمال وترقم البرنامج شكراً لكم منها أحلى وقاطة وبركات المونة في أمان الله شكراً لكم